خليني أتحول محرورتك أستاذ محمود لمحور تاني مبارح تراجعت أسهم اتنين من أكبر شركات ألعاب الإنترنت في الصين تحديدا بعد ما وصفتها وسائل الإعلام الصينية تحديدا إنها مخدرات إلكترونية إحنا بقينا في آرة كده أو عصر انجداب للألعاب الإلكترونية ولو هقدر أحدد بشكل أكبر العنيفة ده رأيك فيه إيه بسبب وإيه؟ يعني بصي الخبر ده فيه أكتر من رسالة مهمة جدا أول حاجة فكرة الألعاب الإلكترونية إنها قد إيه تحولت إلى بيزنس طبعا يعني أسهم وعشرة في المية وتحط الخبر بينهار بعدين تشير خبر فيرجع عشرة في المية فدي حاجة مهمة جدا وبتضر الأموال رهيبة جدا ما فيش بيت في مصر أنا بنتي كانت الأسبوع اللي فات بتقولي أنا عايزة ملكات الكرد عشان أجيب اللعبة لأسهم يعني طصة كده مغقدة في الآخر تطلع أنها ممكن تبزل مجهود أكتر وتشتري الحاجات يعني بيعدوا لابلز اه لابلز وحاجات كده يعني بس في نهاية فيه فلوس ضخمة بتحصل وإحنا متورطين فيها بشكل أو بآخر دي نقطة نقطة التانية أن ده يحصل من الصين اللي هي الدولة الأكثر يعني اقتصاديا والوحش والذي يقود العالم بيلا بمادية بحتة بيلا أي أخلاق فهما يحصل وقفة عنيفة تجاهز العامل في المضوع يعني أظن يعني كده وصل لمؤشر خطير جدا جدا كون إن مجلة تكتب عن ده فيحصل تأثير في البورصة ده بيأكد جدا برضو اهتمام الناس وإن قد إيه وسائل علامة مؤسرة قطعا وحدا يعني يحصل ضغوط على المجلة فتحزف البوست والخبر من على ويتشات اللي هو المنصة اللي وصلت للتواصل الاجتماعيين زي فيسبوك عندهم هناك في الصين فترجع الأسهم فده أكد أن يعني تلوقتي بتمارس ضغوطها هي ويحصل حاجاتها عادي جدا بنشيل وبنحزف وفيه تفاهمات بالتم فالموضوع فيه أكتر من قصة فيه خطر على اللعب الإلكترونية لازم نوقف في رأينا كنت حتى بفكر وأنا شفت الخبر بقول إن طب ما ليه ما نعلمش بطايم طايمر إنه بعد مثلا نسي نص ساعة اللعب المتواصل توقف وتقدر عشر دقائق تحط وقت معاين بريك عشر دقائق حتى الطفل نفسه يعني ياخد بريك ويعيد نشاطه أو قوته أو حتى يعني يبقى فوربيدن من إنه هو يلعب تاني فأسلته بقى تتنبه حد يوقفه حد يقوله لأ حد الموبايل من إيدك حتى لا تتحول لمخدرات كمان بالخبر وصفها يعني أطفالنا 3-4 ساعات متواصلة ده يعني كارثة طبعا في النص بيتم تمرير حاجات لأخلاقية وأفكار ورسائل بس خليني أتوقف عند جملة حضرتك ذكرتها المتعلقة بقوة يد الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه حتى كبريات الشركات وتحكم في مصيرها ده خليني أفتكر الترند وإلى أي مدى يمكن توجيه إيجابا أو سلبا وإلى أي مدى بقى متحكم في الكثير من القضايا دلوقت رأيك في دقيق الإعلام طبعا هو محرك أساسي للأمور واللي يتحكم في الإعلام يقدر يتحكم في كل شيء احنا شفنا إيلين بتويتا بيقدر يرفع أسهم حاجات ويرجع أسهم أشياء أخرى وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدة مضللة تقدر تقلب البورصة تقلب الرأي العام تشتغل على حاجات كبيرة جدا مصر جزء كبير من ربما يعني أزمتها في الفترة الأخيرة أنا بتحارب حرب شائعات قوة خارجية أعداء غير مرئية أنت بتصحى الصبح كده فجأة تلاقيه تريند غريب ما تبقاش عارف هو طالع منين طبعا بطرق أخرى تقدر توصل وتحلل هو طالع منين تكتشف أنه هو طالع من مرة مصر لغرض الماء واتجاه معين بس الفكرة كلها أن أنت تأثر بعد قد إيه كم واحد فكر كم واحد وصد